بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مسل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زِعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ الْصُنَّةُ رَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْخَيْبِ إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله واذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوة فاربوا إليها وتركوك قائما قُلْ مَا إِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ النَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَاسِقِينَ صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر